النهاردة معانا قصة فيلم جديدة بس قبل ما نبدأ محتاج من كل إخواتي وصحابي طلب صغير إن هم يغبطوا لايك ويشتركوا في القناة ويفعلوا زر الجرس ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا بيبدأ الفيلم في استغابة مع بنت صغيرة اسمها أنا عايشة مع راجل طيب اسمه غابي دايماً بيهتم بيها وبيعمل لها كل طلباتها لكن مشكلاتها الوحيدة في البيت اللي عايشة فيه إنه مقفوله ما بتقدرش تشوف منه العالم الخارجي بيستسنع شبك صغير بتقدر إنها تتفرج منه على العالم من بره ودايماً غابي بيتكلم عن قد إيه العالم الخارجي مخيف ومليان وحوش مرعبة عشان يخوفها من الخروب وكان بيديها أكل كتير كله غضروات لكن كماني عنها اللحمة وفي يوم من الأيام أنا سمعت غابي بيتكلم مع واحد من ورى الباب وفضولها خدها إنها تروح تسمعها ما بيقولوا إيه وبمجرد مع الرابط من أخرة الباب عشان تفتحه اتكار رابط وغم عليها ولما صحيت لقيت غابي جنبها وبيقول لها إنه مكهرة بالباب عشان يبعد الحيوانات المتوحشة وبيقول لها كمان إنها آخر طفلة على قيد الحياة ومن وجبه إنه يحميها فبتسأله أنا عن الشخص اللي كان بيتكلم معاه لكن غابي بيجذب عليها وبيقول لها إنه ما كانش بيكلم حد وإنه ما فيش بشر لسه عايشين غيرهم أصلا وبتمر الأيام وفي عيد ميلاد أنا غابي بيفجئها وبيعمل لها كيكة وبيجيب لها هامستر تربي ومع الوقت بيكون الهامستر ده أقرب حد الآن لكن في يوم الهامستر بيموت وبيشرح لها غابي معنا الموت وإن الهامستر في مكان أحسن دلوقتي وبتمر الأيام وأنا بتكبر وبتفضل تعاني من الكوابيز بتاعت الحيوانات البرية وفي يوم أنا بيظهر عليها علامات البلوغ وبيكون في دم على سريرها فغابي بيديها حقا تبطأ من نموها لكنها بتضحور صحيتها وبيفهم أنها تعبانة وهو بيحاول يعالجها وبيستمر الموضوع لسنتين لحد ما أنا ما بقتش قادرة تستحمل فبتطلب منه ريحها ويوديها المكان الأفضل اللي راح له هامستر وساعتها غابي بيحس بالزم وبيطلع مسدسه وبينهي حياته وأنا بيغمى عليها ولما بتصحى بتلاقي نفسها في مستشفى وحواليها ناس كتير وده بيسبب لها خوف وبتفضل تصرخ وبتقوم تجري منهم لحد ما بتلاقي نفسها وصلت على السطح وشايفة ضوء الشمس وحاسة بحرارتها لأول مرة في حياتها لكن بيجوا الممردين يرجعوها لقضتها في المستشفى وبتيجي زوبة شرطة اسمها آيلين وبتفضل تهديها وبعدين بتتكلم مع الدكتور عن حالة أنا واللي بيقول لها انها خدت جرعة كبيرة من ده وبيوقف نموها وبيضعف السمع وبتكرر آيلين انها تاخدها معاها البيت اللي عايش فيه مع أخوها راي وكمان بتعتني بيها وبتعمل لها تحليل دي إيه عشان تتأكد من هويتها وتعرف إذا كان غابي هو بابوها ولا لأ واللي بنعرف إنه ما ماتش وموجود في المستشفى بيتعالج وبتمر الأيام وعلاقة أنا وراي بتتطور وبيفهمها حاجات كتير كان غاب ينفهمها لها خلط لكن بتستمر معاها كوبيس الحيوانات البرية وبتكتشف إن حاسة السمع عندها مميزة غير أي حد وفي يوم بيكرر راي ياخد أنا معاها المدرسة وهناك بتقابل بنات كتير لأول مرة في حياتها وبعدها في دولها بياخدها وبتروح للمكتبة وبتفضل تشوف كتب عن الحيوانات البرية وبيمر الوقت وأنا مبسوطة مع آيلين لأنها بقى عندها الحرية إنها تشوف العالم الخارجي بروحيتها وفي يوم وهي راجعة من المدرسة بتشوف غزالة بتجري وراها واللي بينقصها راجل غريب كده لابس هدوم من جلد زي وتاني يوم في المدرسة بتكون أنا برضو في المكتبة ولسه بتشوف كتب الحيوانات البرية وبتلاحظ علامات سودة على صابعها ولما بتروح سلاين بتقول لها إن نتائج تحاليل الـ DNA ظهرت وإن غابي مش بابوها وساعاتها أنا بتكون متوترة وفكرة العيلة بالنسبة لها مشوشة وفي يوم راي وآنا بيقض وقت سوى على السطح وبتشوف أنا أضواء غريبة في السماء بتستغربها في نفس الوقت بيكون في حفلة جين صاحبة آنا وراي في المدرسة عاملاها وبيقرر آنا وراي إنهم يروحوا ودي بتكون المرة الأولى اللي تروح فيها آنا تجمع كبير زي ده وبتشرب وبتحس بشوية ارتباك وبعدها بتشارك هي وراي لحظة رومانسية بيكون لورانوس زميلهم في المدرسة واخد باله منهم وبيركز معاهم وبيقطع اللحظة الرومانسية دي إن أنا بيتلاقي بقها كله بيجيب دم فبتدخل الحمام وبتلاقي إن سنانها بتقع فبتخاف وبتهرب من الشباك اللي بيطلع على الغابة وبتحس إن في حيوان متوحش وراها بيهاجمها فبتبتدي تدافع عن نفسها وتعوده لكن بتكتشف إن اللي بيهاجمها ده كان لورانوس وبتحاول إنها تنقذه لكن بيكون نزف كتير ومات فبتكرر إنها تمشي بسرعة وبتروح على بيتها القديم عشان تعرف هويتها الحقيقية وبتنظف نفسها من دم والصبح بترجع لبيت آيلين اللي بتسألها كانت فين لكن أنا ما بتقولش أي حاجة وبتفضل سكتها وبعدها الباب بيخط وبيكون زابط اسمه روجر وبيكون عايز يسأل أنا لو كانت تعرف أي حاجة عن لورانوس لكن آيلين بترفض وبتخليه يهمشي وبتحاول تتكلم هي مع أنا لكن بتلاقيها سكتة وما بتتكلمش خالص ومع الوقت بيستمر سكوت أنا وكل اللي هي بتعمله إنها بتحط مونيكير على ضافرها وبس وده بيعصب آيلين جدا وساعتها راي بيتدخل وبيقول لآيلين إنه هيهتم بيها وبيلاحظ إن أسنان أنا بتقع لوحدها كل ما بتخف فبيطلع بسرعة عشان يقول لآيلين وساعتها أنا بتستغل الفرصة وبتهرأ وبتقابل تاني الراجل اللي لابس لبس زقب ده وبيديها أكل ومية وبيشوف سنانها وضافرها عشان يعرف هي من القبائل المتوحشة اللي كانت موجودة من 16 سنة ولا لأ ولما بتحكيله حكايتها بيقول لها إنه جثة مامتها موجودة لسه في كهف وبتشوف جمجمت مامتها فيها سوك برصاصة وبتعرف إن غابي هو اللي موت مامتها وبعدها خدها فبتروح المستشفى عشان تواجه غابي لكن ما بيكونش قادر يتكلم وبيبصلها بصة كلها ندم في نفس الوقت آيلين كانت بتراجع ملف قضية لورانوس وفجأة بيدخل عليها أنا وهي خايفة وبتحضنها لكن آيلين بتحط الكلبشات في إيديها وبتقول لها إنهم لأهدومها جنب جثة لورانوس وإنها هي اللي قتلته وبتدخل أنا السجن وبيكون هناك في مراية بتشوف أسنانها فيها وبتلاقي إنها بقت حدة جدا زي أسنان الجمجمة اللي شافتها وفي يوم غابي بيزور أنا في السجن وبيقول لها إنه أكبر غلطة عملها في حياته إنه عنقذها وربها وبيديها حونة ويقول لها تحقل نفسها بيها وإنها أتوديها لمكان أفضل لكن أنا ما بتسمعش كلامه وتاني يوم آيلين بتروح تزور أنا لأنها وحشتها وبتلاقيها نيمة تحت السرير وبمجرد ما بتفتح باب الزنزانة أنا بتجم عليها وبتحبسها هي والزبطة وبتجري بسرعة وبتلاقي راي بره في العربية فبتركب وبتقنعه يساعدها ويوديها للمكان اللي اتولدت فيه عشان تكتشف هي مين وهل هي من القبائل المتوحشة دي ولا لأ ولما وصلت في نص الغابة طلبت من راي يسيبها وإنها هتكمل لوحدها لكن راي كان قلقان عليها وقرر إنه يمشي وراها وبيفضل ماشي وراها لحد ما أنا بتعطي بحره وبتبله دمها فبيخاف عليها من البرد وبيولع لها نار وبيحضنها وبيلاحظ إن فيه شعر خشن ابتدى يطلع في ظهرها لكن أنا بتطمنوا إنها مش هتئذيه في نفس الوقت روجر وظابط كمان كان اسمه جابي كانوا بيتنقشوا في حوار هروب أنا وبيفكروا إنهم يجيبوا صيادين عشان يمسكوا أنا وتاني يوم بيوصل الصيادين للمكان وأنا وراي بيجروا منهم ومن الكلاب بتاعتهم لكن الصيادين بيدربوا نار ورصاصة منهم بتيجي في كتف راي وأنا بتقوله إنها مش هتسيبه وبتاخده بينطفه بحيرة وبتقدر إنها تخضع الصيادين وتخليهم يمشوا في مكان تاني وبعدها بتطلب من راي إنه يسيبها وبترجع هي للكهف تاني وبتلاقي بقايا جسم ما ميتها وبيرجع راي يقابل أخته وبتمر الأيام وبتفضل أنا في الغابة وبتتحول لكائن متوحش وعشان تستخبى من الصيادين بتغطي جسمها كله بالتين عشان ما يشوفوهاش وفي يوم راي بيكون رايح المدرسة وبيشوف روجر بيملى جراكن غاز وبيعرف إنه بيخطط للصيد وقتل أنا فبيتصل بأيلين وبيعرفها في نفس الوقت أنا كانت بتقتل واحد من الصيادين ولما بيتلاقي مجموعة كبيرة وصلت بتهرب وفي نفس الوقت ده أيلين كانت بتوصل الغابة عشان تنقذ أنا لكن بتتفاجئ بروجر حطت البندقية في ظهرها وبيقول لها تبعد عن هنا وفجأة بتيجي أنا من وراها وبتقتله وبتوري الايلين النباطناه حامل وبعدها بتهرب بعدها الصيادين بيولعوا في الغابة وبتفضل أنا تدور على مكان تهرب منه وبتكون ضعيفة بسبب الحمل لحد ما بتلاقي كهف بتدخل فيه لكن بتتفاجئ بغابي إنه كان بيرائبها وبيديها حونة مهدئة بسرعة وبيتأكد إنها لسه عيشة وبيكون هيعمل لها عملية ياخد بها الطفل اللي في بطنها لكن أنا بتستعيد وعيها وبتضربه وبتعده عدة قوية بتتسبب في موته وبتصرخ صرخة قوية وبتوع على الأرض بعدها ولما بتفوق بتلاقي الراجل الزئب بيخيط جرحها وتاني يوم راي وآيلين بيشوفوا أنا من بعيد وبيقرروا إن هم يسيبوها تهرب وتروح لمنطقة الشفك القطبي مكان ما تولدت وتعيش في البرية وأخيرا بتوصل أنا هناك هي ومولودها وبتكون حاسة إن ده ما كانها ودي حياتها وبتسمع صوت متوحش وبتعرف إن لسه في ناس من نوعها موجودين كده إحنا خلصنا يا صديقي وما تنساش تقدر تعبنا بدوسة لايك واشوفكم الحلقة الجاية